أكد الرئيس السيسي أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم دول الأفريقية في مجابهة التغير المناخية وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشارم الشيخ كوب 27 منصة نوفي وحصلت على تمويل يمكن مصر في عام 2030 من أن يصبح لديها 42% من خليط الطاقة في كوب 27 أطلقنا منصة لإسمها نوفي خدنا من الإي إي بي أردي ومن ألمانيا ومن الولايات المتحدة ومن الدنمارك تمويل لعشر جيجا يمكننا أننا في 2030 يبقى عندنا 42% من خليط الطاقة إذن العمل مش عمل فقط من جانب إن إحنا نلقي اللوم على أصدقائنا الدول المتقدمة وإحنا كدول أخرى ما يبقاش عندنا الأفكار اللي نحاول نختارك بيها ونحل بيها المسائل وبعد كده نقول اللي إحنا بنقوله دلوقتي ترجمة نانسي قنقر